موسيقى 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 هذه التجربة اللي هي بتشتغل فيها حواسنا كل اياتها مش بس النظر الأيام نشتغل على الشم على الروائح نشتغل على الملمس باللقماش بالتفاصيل كل اياتها لما بأي انتيرير سبيس بنشتغل على الحواس الحمسة وبنشتغل على هذه الاكسبرينس هذا الشي لا شك انه بينطبع بمخيلتك وبذكرتك طبعا بينطبع والناس ما بتنسى وبيعكس على أصحاب البيت يعني انت عم توصف هلأ هالحواس اللي موجودة بالبيت قد يكونوا مرتاحين قد يعد جد بأثروا على حياتهم وإنتاجهم ونفسيتهم أيضا لأنه بهذا الهدف الأساسي ما نحن نكون عم نحاول نروح لتأمبراس الناس التانين نحن بهمنا أصحاب البيت صحيح لذا يقدر يوصلوا على الصفاء الداخلي ببيتهم اللي بيعكس شخصيتهم واللي عم بيحكيهن يوميا هنشوف نحن عدة صور مختلفين عن بعضهم تماما صحيح بس ما نشوف كمان بكل شغلة قدي الصورة أو قدي الصفاء العم الفارجي قدي بيشبه صاحب البيت يعني مثلا بهذا الصفاء اللي هو مثلا في ناس كتير بتشوفه بتقول أوكي مودرن رفوف مع كتب وزريعة أرض مصممة خصيصا لها البيت هي مأخوذة من الترديسيون اللبناني على الأساس بس هيدا كتير بحاكي صاحبة البيت طبعا وكتير بحاكي حياته شخصيته وشخصيته يعني هون بتقرأ كتير وبتحب الخضار ونفس الوقت البلاط بيعكس كتير على قصص بحياته وقصص العلاقة ببيروت وتعلقة ببيروت فهيدول القصص لما انت بديك تخلق هيدا الشي شاعري وبتقدر طبقيه وتنفزيه بالهندس الداخلي لتوصل الرسالة هيدا مش بس بيخلق لها شعور حلو بالبيت هيدا بيخلق لها تجربة روحانية جيدة جدا لأنه هيدول كل ياتهم بينعكسوا على حياتهم اليومية بينعكسوا على الاستقرار طبعا بالبيت وكمان نفس الوقت إذا بنفوت لعند هيدا صاحب المنزل مثلا هون أخذت هيدا الفكرة وانتي قرادة عيشت تجربة يعني هون في قصة ما نخبر من وراها إذا هون مدخل البيت كمان بيعطيكي انتوداكشن للبيت شو حتشوفه من جوه هون منشوف القصص الي هي كل ايتها مخيطة خياطة لهيدا المشروع فعلا يعني عم نشوف هون جد رائع مثلا هون بتعمل يوغا يوميا فعند هيدا الاسباس اللي عم تعمل فيه يوغا اللوحات اللي بيحاكوا شخصيته وبيحاكوا قصص بحياته صارت هيدا هو المنزل خصوصية المنزل لأنه ما بدنا نوصل لمرحلة لما لا رأي انت عم بتروح من بيت لبيت من عند أصحابك عم تقشعي كل ايته مثل بعضهم نفس الستايل منقول رباتة تبق انه هو اللي عم نشغل موضرن مثلا بالزبط هنشوف موضرن هلأ وحنشوف موضرن بطريقة كمان الى خصوصية معينة خصوصية وحتى هيك اللي حتى نروح لصورة تانية بس هاي الصورة اللي قطعة يتقديه عن جد بتشبه صح بتلبية يعني قديه هيدا الجو اللي خلقت لها ايه بكير هي لانه بالنهاي انت ما بدك تقديه بمجلة يعني او صورة منقولة هيدا هيدا هو الهندس الخلقت لها حياة انا باكد معك هالشيه بضبط خلينا نشوف الصورة اللي بعدها ونعلق هون عم نشوف هون بد احكي كمان مسلا نقول عنا كوريدور بالبيت اوكي الكوريدور بالبيت مش معناته انه هو اوكي عم بيفوتني على غرف النوم ما هو في نخلق اكسبرينس انتو ما قطع بالكوريدور في عندك الانارة الانارة عم تطلع من الحاك الانارة من السقف الوال بيبر المستعمل كيف البواب كلياتو مخفيين في هيدا الاسبات كل هيدول القصص بتخلق اكسبرينس انتو عم تقطع بها التجربة انتو وقاطع بكوريدور وخلقنا كمان مكان يعني مية بالمية يعني ولا شيء مثل ما بيقولو الديزاين لهيدا البصار لانهو ممر وهيدا الممر خلقنا تجربة فيه بالضبط واستفدنا منه اكيد عم نشغل على الفنكشن اللي احنا بدنا اياهون للبن فعلا خلينا نتابع كمان انه في افكار كتير حلوة كمان تنعطى للناس يعني هن يشوفو شوفون يخلقوا من سبيس عندن حتى حتى اوقات بنفس البيت مثل حنشوف هلا بنفس البيت في عندك مثلا غرف لأولادهم اوكي كمان كل غرفة مفهود حاكي الشخص اللي قاعد بهذه الغرفة هاو مثلا عبانا شيء كتير فراش ووريانت لطلش بس بطريقة مودرن كمان عندنا هذه الخصوصية تحت هذه الغرفة اللي هي لا تتعارض مع جو البيت العام بس كمان لما الشخص عنده هادي غرفته الشاب اللي عنده هادي الغرفة اللي نقول قاعد به هادي الغرفة يعم بحيس حاله في كيير في استقرار لقلو في تكملي لشخصيته لكاركتيره لتطلعاته هو هادول القصص كتير بأسره على حياته اليومية على الوالبينج طبعه على البرودكتيفيتي طبعه عطاه اكيد مية بالمية هون مسلا كمان بصالون مسلا صاحبة البيت كانت مسلا مصررة بدك كتير فراش بدك الوان فرحة كتير وبدك كمان تحس بالخضار اللي هو تعفي ببيروت ايام بتراكم البنايات حط بعضهم بأدنى المساحات ما عندك مجال عم تقشع بطون ولا فساد البنايات كمان بدك تحس هي انه في جو خضار اللي هو هيدا بيخلق لانه كل اياتنا بحاجة لنرجع للطبيعة ونقدر تكونكت ونعمل جراوندينج لحالنا مع الطبيعة يمي يمي يسي في هيدا التواصل الحلو لنعطي يعني لبنان انا بهيك بمزح بقول ما في شي ما صار لنا بلبنان وبدنا خضار وبدنا ديكور حلو وقدت تقعد مع الكلاينت وقدت تعطيه اللي بده اياتي يعني انا تقريبا اول ثلاث اربع اجتماعات بيسمع كتير وبيسأل حتى ايام اسألي ما الا علاقة بس كل جواب من هون وكلمة من هون حتى اذا اصحاب البيت عم بيحكوا مع بعضهم قدامي ممكن يمرقوا كلمة انا باخد نوت فيها هيدول لانه كلهم انه قدر نعكسهم وحتى اوقات من فارجيون اشياء متناقضة انا كن بعف انه هني ما بدهم هيدا مثلا هالديزاين او هيدا الشي فارجيون يهون لقدر اكتر اكتر على الفكرة ولاقلهم عشان اذا كانوا ضايعين اكتر معهم اكتر انه هيدا هو البدنيين هل هن عن جد اكيدين ان القرار اللي عم ياختوه هيدا الحلو هون بنفس الاسبايس بسعم فاجيك كيف كمان تكامل الاسبايس مع بعضه اللوحة اللي فيها الوان يعني الاسبايس هيدا اكتريته المكان ابيض ورايق والالوان موجودة بالمفروشات باللوحات الخضار اللي موجود بالبيت هيدا كله اياته بيخلق اكسبيرينس معي يعني بتظله ذكره لجوات الشخص صاحب البيت ونفس الوقت اي حدا بيعمل له زيارة بينبسط بينحكس لا شعوريا ما اذا صاحب البيت فتح الباب وهو مبسوط بسبيس طبعه قاعد مبسوط بسبيس لا شعوريا هيدا الطاقة الايجابية هتنعكس عليك فعلا فعلا حتى لعبة الالوان سبقوا كتير بحلقات معك حكينا لعبة الاضاءة وحكينا هالامور بعالم الهندسة بس لحظت هالقبياد الموجود قدي عطا مدى وكل قطعة هتطوائل كيف بيانت وبرزت مائه م مائه 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 مثلا بهايد غرفي مثلا الصاحب ال غرفي مثلا ا Belgium كانو عندن تعلق بأفريقيا عبيلا شي شوي بستيل سافاري عبيلا سبيسي شوي يعطي هي light African لا تحس حالة بعد نذكرها بذكريات وذكريات كثير مهمة وكثير أساسية هي لتكوين شخصيتها لطفولتها لأن هاي دول الأمور كلهم يبنوا شخصية لقدام يعني لو لا الذكريات طعوننا والأشياء اللي قطعنا فيها والأماكن اللي لمستنا الأفريقية اللي هي لمستها يا هاي دي الصوبيات حملتها وطلبت إنه أنا بدي هيدا الجو حسوا بطريقة ماضية بطريقة ريئة فبهالطريقة ترجمنا الفكرة والمود الجو والتجربة. قدية تكون مبسوطة هي بمكانها ومملكتها بالنهاية بيتهم وقدتها غرفتها كمان هيك شخصيا خلينا نتابع كمان بالصور لحتى نشوف أفكار بعد أكتر وأكتر بس كثير عم حب الخصوصية فعلاً لكل شخص. قدي عم تعطيهم حقهم وعم بتخليهم ينبسطوا بالمكان اللي هن فيه والناس يمكن ما كثير فعلاً يمكن شغلة تكون زعجتك وإنت منك منتبه بس تشيلها أو تغيرها بحس كل نفسيتك تغيرها. متأثر عليك لارا بعدين فشالة كتير مهمة لأن إحنا لما نعمل إذا ما كنت أنت مرتاحة ببيتك ما إلا معنى. طبعاً وإذا أنا بدي أجي أفرض رأيي عم بيحكي بالطريقة الزوئة. صح. مية بالمية وإنتوا ما قلكن علاقة هذا البيت يعني كأنه عم نكرره وينما كان. ما قلها معنى. طبعاً. هون اللذي وهون صعوبة الشغل علينا بس نفس الوقت النتيجة بتطلع نحنا مستمتع فيها بطريقة بدينا في بصمة لألك خاصة تعملها. يعني حلو الواحد يتابع ويشوفه يفتح المجلات ويكون أبتو دايت. بس حلو يعمل شي لمساته نكهته مية بالمية. مثل ما عم نشوف هون يعني بهاي دي الغرفة مثلاً صبية بتحب البحر عندها بتعلق بالبحر ومسق ببيتهم بوجه البحر سوحطينا اتخذ مقابل لفيو البحر. نفس الوقت خلقنا هيدا الجو وهيدا الاكسبرينس ما بين الإزاز اللي مطبوع عليه مثل شط بحر مع ماء هون كمان خلقنا تجربة خلقنا خصوصية خلقنا ذكرى وحتى يومياً لما هي موجودة بالقودة عكستلة البحر على الأشواق عيشتها التجربة كلها بس بطريقة تكون فانكشنل يعني جيدة لأستعمالها اليومي ولأمورها الحياتية حتى هون عم نشوف الوجهة عكسة يعني البحر اللي عم تحكي عنه عكس على الديكور الداخلي مضبوط هون نسميها يعني كأنه عم نحضر الخارج للداخل والعكس طباماً هلو كتير مميز العمل بيكون والناس بتكون مبسوطة فعلاً خلينا نتابع هون عم نروح كمان له هاي شفنا الغرفة قطعنا فيها المودر كمان مش بس البانويات اللي اشتغلنا هون هين اللي عم بيعتو فيه الترديسيونال الوريانت اللي محبوط بطريقة مودرن اللي هولي عم بيعتو هالتفاصيل والديتيلز صغيرة اللي هي كلها بتخلقلك هيدا الجو العام وطلعنا فعلاً للقشة التقليدية يعني هون هيك زاوية ما عم نشوفها لا بالمجلات ولا حتى ممكن لقيها ببيوت حدا لك بصراحة انا بحاول قد ما بقدر جهدي لما عيد نفسي حتى انا من معقاسة على نفسي أكثر من غيري انه بحمد الله بشوف 23 سنة كل المشاريع اللي عملتهم ما فيه اعادة لانه هيدا بيعتبره متل بتلواجب علي تجاهل اصحاب المشروع انه اعطيهم الخصوصية اعطيهم تفرد بالشغل اللي احنا عميلهم اياه ولانه نحن كم هنسينا تحدي لنفسك مي بالمي وبعدين بيهدا بيعطينا شعور حلو بالاكتفاء انه ما عم نعمل شغل مكرر طبعاً وقلت كلمة جوهرية هيك قبل ما تابعه لانه احنا هلأ صرنا بعصر السوشيال ميديا يعني هلأ اي حدا فينا بيقدر يكبس كبس بزر ويفوت يشوف مش المجل اللي عم نحكي عنها اوصر السواء مستفاد الى العرب هلأ اي اي كمان وفيتين دفنت اللي بيفرشلك بيت من اول مي 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 سوهيدا التحدي اللي عملته مع ذاتك لك كشخصك وليل بيعطي ايه هون دورك انا بوافقك بعدين شو ما اشتغلت حتى لو بناحكي على الاي اي ولا الا بتعطيك بس هل يا تورة عم بتحاكل خصوصية تعييتك عم بتحاكل الشغول لانه في شي اسمه مشاعر صح والحواس اللي حكيت عنه التجربة والحواس ما في شي بيقدر يترجمها غير الإنسان. طبعاً طبعاً بس واحد بده يكون مواكي بالأي آي معنا مشكل بس نزيد حياة الإنسان. نستفيد منها لنحسن نحن أداءنا للعمل يعني. مية بالمية فعلاً خلينا نتابع بالصور. هيك منروح لعالم الخصوصيات بل أنه كل بيت عم بفرجيك أو كل زاوية عم بتفرجيك عالم مختلف. مية بالمية بطاولة الصفرة. هون عم بتشوفي هيدا الاسباس كل يهده. إله خصوصية بحد ذاته. إله تجربة بحد ذاته. سأنتي مش بس أعاتي على طاولة الصفرة وأكلتي وفوقك مثلاً ترية. لا السقف لحاله هو عطاني هيدا. مية بالمية. هون التجربة اللي عم بتو. هيدا هون بترجم التجربة اللي إنتي عم تعم نحكي عنا. هون بس تطلعي على غرفة الصفرة عم بتشوفي هيدا هيدا الصورة. فهذا الوصف كيف إله خصوصيته، كيف التجربة بتاعته وقديه إلى أثر تترك هذا الشعور معك لما بتكون معزومة على عشاء أو غدا وتتركي وهذه الزيارة. أكيد وهلأ الألوان الصافية يعني اللي عن جد ما حارقة ولا شي حوالي. مية بالمية. كل واضح. مثلا كمان عندك هون مثلا أنه أنت عندك أبورتمت بوجه البحر وعندك عم تقش على الغروب يومية. فهون بدك تتعامل مع الموجود حواليك بهادة الطاولة المبرومة اللي في حوالها الكراسي عم نقدر نعيش هيدا التجربة لأنه أنت بتاع في غروب الشمس كل يوم إله خصوصيته وكل يوم إله تجربته وكل يوم الألوان تعونه بتحقيقه بطريقة مختلفة. طبعا وهيدا كيف معمول واقل يعني عم لاحز كيف الواجهة معمولة خليت فعلا لبرة يصير لجوة يعني ما حجبتها. . ما حجبتها. هيدا هيدا هيدي هيدا هيدا أساس ولا بكون غلط كبير بنعمر إحنا إذا بحال ووصلنا لطريقة قدرنا نقطع هيدا التواصل ما بين الداخل والخارج هيدا الخطأ كبير. مية بالمية طبعا هون عم نشوف كمان هيك هيدا. مثلا هيدا فروشيه جديد هلأ العراه هيدا اول مرة بنزل الصور بعد هون هيدا البيت يعني نذكر باول اجتماع صاحبة البيت وزوجة طلبوا مني بدنا بيت رايق بدنا بيت زن بدنا بيت لما منرجع من حياتنا اليومية عملنا العجقه تراكم الامور عبعضه وقافي احنا بلوبنات كل يوم في قصة انا بلون عم نركض ركز بده يفوتوا بده يترجم بهدوء بشعور زن براحة ونفس الوقت بعملية لانه يقدروا يستمتعوا بهذا الاسبيس اللي موجود فهون كمان اترجمت بحيطان نظيفة بيضاء شغل بالألواء عفوا بالإنارة ونفس الوقت باللوحات اللي هي عم تحكي قصة اللي هي عم تحكي تكستور يعني ملمس مختلف عن بعضهم واللي هي عم تحكي بخصوصية معينة بتشبههم لأنه بتشبه حياتهم وبتشبه الوالبينغ طبعا كتير حلو لانه عن جد هيك اخدتني لشخصية هالكابل وبنفس الوقت بعد نهار طويل وتعب طويل خايص في صفاء بكل معنى الكلمة خلينا نتابع بالصور هون كمان هون بنبين انه حتى التابع ايام الصفحة البيضة إلى معاني كتيرة وإلى أبعاد كتيرة هون الحيطان اشتغلنيون كأنه صفحة بيضة سو ما داروني نحط امور ولا قطع كمان هنخبر شي بالعكس ايام بالشمالة بهيج بلا شيء بنوصل لكل شيء صح الانارة التجانس لسبيس كلياته المكان مع بعضه مع القطع المفروشات اللي هي نعمة مودرن سيمبل سو هون اذا بتطلع شو التكحيل هو بالوردة باللوحة بالاكسسوار اللي موجودة عندهم ومشغول الحلو المميز انه فيه شغل فيه غنى فيه غنى والغنى بالمواد وبالتكشل حتى لو بيكون موجود متواجدة بالبات بتشوفي طريقة كبسل القشري بطريقة معينة واللمعين اللي موجود والخطور وفيه دفرن تاكشرز اللي عم نحكيهن اللي هو بتقدر ملمس مكتلف فيه ريحة اه حلوة فيه ضو معين طبعا وبهيدا الغرفة بهيدا البيت كمان في عنا الصورتان بتتصور بعد يعني بيحكوا عن شخصيات اه اولادهم اولادهم حالو كن الغرفة الى الشخصية تاعتها الى التجربة تاعتها الى الانعكاس تابع شخصيات الشخص اللي مستعمله ونفس الوقت نتابع مع جو البيت العام والصبت ما بعدنا كتير بس قدي حلو بعالم الهندسة قدي عم بيفوت بعالمنا نحن يعني نحن هلأ جيل اللي عم يطلع لصغار تلاقلهم رأيهم بفيه ولد صغير بده يلبس مثل هو بده عم بيعرفوا بمية بالمية شو بدهم بختار عمره ثلاثة اربعة سنين بيقلك شو بده وشو بده فقدي حلو عم نخلقلهم هيدا الجو قد تلت النوم غراضهم قدي معا انت دايما اذا شفت اهل بدهم مثل هنه بدهم انا عم بلاح لحظت يعني طبعا اخر كم سنه قدي في فرق بين مثلا بروجيات من عشر خمسة عشر سنين ونسأل الولاد انه شو بدكون ضايعين او شفوا غرفة حدا من اصحابهم او بتلا بدهم اماما او بابا او بتلا شفوا حدا من اصحابهم مثلا باده مثل غرفة فلانة هي ما بتشبه كاركتيرهم هلا السوشال ميديا الانترنت التطور السريع عم بيخلي الفيشين تعييرهم كتير اوسع ونفس الوقت عم بيشوفوا كتير امور يمكن ما عم بيقدر يوصلولها بالحقيقة عم بيقدر يشوفوها بتطبقوها على ببيتهم هن عم بيحطوها مثل هاي دي الغرفة مثلا هاي دي الغرفة كتير بتحاكي الكاركتيره يعني اذا بتتعرفي على صاحبها الغرفة بتلاقي الكاركتير طبعه كتير بتشبهه معمومة كانوا جابانيز باد كأنه عندك هيدا الحضن اللي هو حاضن التخير وهالإضاءة المميزة بتشبه كاركتير وبتشبه استعماله اليومي لإله صح وقدي عن جد اذا قدي بيمبسط الشخص يعني بيكون بس تدخل ع غرفته بهيدا الطريقة رفقاته جيين قدي بيحس في شي معمول هيدا هي الذكرة اللي بتبقى او التجربة انو يا ريحت عن بيت فلان شو هالقوضة اللي عملها شو هالسالون اللي عنده يعني في بصمة عم بينا عمل اتصمر الى هذا الموضوع كله ياته اذا بدك نقول اي مكان بيزم يلامس حواسك يلامس الزاكرة تايتك وينعكس بطريقة فيها والبينج لحياتك اليومية هيدا هي الهندسة الصحيحة هيدا هي الهندسة اللي احنا مطمح لعالطول بهدول الاماكن بالضبط لتخلق للاشخاص اللي عايشين بالدرجة الاولى يعني قبل شوي كنا عم نحكي الناس شو بتاخد انطباع هو الانطباع اللي لازم يكون لأصحاب البيت هن يكونوا هالقدي مرتاحين ومبسوطين ونفس الوقت للناس كمان احنا منحب انو ناس تنبسط ببيوتنا وبالديكورات اللي بنعملها كمان مرأت هيك بالختام لا احكي على الاي اي هيك لحتى تكون ختام بينه وبينك الحديث قدي وقت طلعت ضجة الذكاء الاصطناعي والناس خافت ان كان بالاعلام يهي بكرة بدي جيبه موزيعة تقعده بتعرف وحتى بتصير ما نحنا عم نشوف حتى بالهندسة مثل ما قالت كبسة زر يعني عملنا from A to Z ديكور كل التفاصيل بس قدي حلو هاي رسالة بالختام بشغلك قدي عم بتمرق ذكاء الاصطناعي بس ما عم بتخليه هو يقوى عليك اليوم العقل للانسان ووجوده قدي عم بيكون هو الأقوى دعا كل اياتنا تسألنا بهذا الموضوع اول ما طلعوا هيك انا شخصيا من جواتي كنت حاس انه قد ما يكون ما حايد قدر يوصل بس فيها نستفيد منه هذا الذكاء الاصطناعي كان نستفيد منه بكتير امور بتساعدنا بمراحل معينة بالبيت خصوصا لما بنقرب الافكار لاصحاب البيت خصوصا بالبدايات المشروع وبيساعدنا لان يخفف علينا لانقول سكاتشينج وقت اختصار الوقت ايضا ومن بعدها بننطلق لان احنا المسيرة تاعتنا اللي هي تقليدية بس اللي هي على اصول الشغل طبعا مية بالمية والاي اي ما حيقعد مثلك مع الكساينس وشوف شوف يفكر وقدام بدي حب الاداءة واليوجا بعدين اذا انت تجي بديك تعطي انفو للكمبيوتر قد ما تكوني حطاتي انفو من عقلك مش من مشاعرك طبعا مش من واقع كمالنا عم نعيشوا اليوم مية بالمية الانستغرام خاص فيك على اسفل الشاشة بيقدروا الناس يفوتوا ويتعرفوا على كل الامور اللي بتقدمها بهالعالم الحلو الهندسة الداخلية واقل فران شكرا للك وناحضورك اهلا وسهلا فيك شكرا لأيكم وشاهدينا لهم تكون وصلنا لختام هذه الحلقة بالش جديد وعدنا بتجدد معكم بكرة بنفس المعارفة تونكتر وبالف ألف خيال الى نكام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة